بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصدقاء العزاء ازايكم? عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير وبسلامة وبصحة جادة في احسن حال. انا محمد حسين. ودي قناتكم. اه مكملين مع بعض اه تالت نقطة. انا هنا مع بعض اتكلمنا عن واتكلمنا عن بعد كده دخلنا في اتكلمنا عن الدياتا والدياتا. انا هنا مع بعض ان شاء الله النهاردة هنبدأ مع بعض اه نهاردة اه ممتع جدا ولطيف. اه بيعرفك ايه هي احدث الوسائل التكنولوجية اللي حصلت اه في السوق او دايرة حوالينا في العالم. اه هدف الجزء ده عايز يعرفك اه انت ازاي تطبق احدث متوصل اليه العلم والتكنولوجيا في عندك بحيث اللي انت تتواكب العصر او تواكب التطور. تمام? بحيث انت لما هترفع كفاءة او عموما عندك في الشغل هيزود هيزود هيقلل هيقلل الوقت اللي بيتم فيه ادخال البيانات. هيفضي بقى المحاسبين دول شوية ان هما يشتغلوا شغل تاني شغل تاني هيرقبه بقى هيشرفه هيعمله هيحلله هيجدج يعني هيبقى فيه شغل تاني هو مش بيهدد مهنة المحاسبة زي ما الناس قاعدة كل شوية تسأل يا طرى مهنة المحاسبة هتختفي ده هيجاوبنا على الاسئلة دي. تمام? طيب انا النهاردة عندي اه تكنولوجيا جديدة عايزة طبقها عندي في الشغل. فالانفورميشن السيستم بتاعي ده يا اما اه هتواره يا اما هشيله خالص واجيب واحد جديد. دي البداية. اول قال لك اول حاجة هنتكلم فيها السيستم لايف سايكل. وتكلمنا عن النقطة ديت قبل كده في سكشن اي. لما اتكلمنا في اتكلمنا في اه هرفع لكم الحلقة فوق هسيبها لكم في الوصف فوق. اللي ما اتفرجش على حلقة ديت يرجع يتفرج عليها تاني. لان انا دلوقتي هتدي لكم عليها ركاب سريع. اه مش هدخل في التفاصيل هتدي لكم عليها بس. انت ممكن تتذكرها بس معنا. اه حتى هي في الكتاب. لما جيه زكارها هنا في الكتاب. قال لك ان احنا قريدي صرحناها في سكشن اي. ارجع لها تاني. فاحنا هنعمل لها ركاب سريع بس. علشان تتذكرها. اه وهي اتذكرت مرتين في ال ال و اس. اتذكرت في سكشن اي. هوريها لكم دلوقتي. بص هنا معايا لو سمحت. دوت. اه دوت الخاص بالاي ام اي. اه في سكشن اي تو. لما شرحناها. اه قال لك هنا. اتكلمنا فيها عن. اه ودخلنا في الكنترول. كان اسمها ايه? اه. تمام? هسيب لكم الحلقة سندوق الوصف فوق. تقدروا ترجع لها تاني. انا هدلكوا عليها ركاب سريع. تمام? وهنا في سكشن اهيت. قال لك تاني. اه ديفاين سيستم ديفولمينت لايف سايكل. يبقى هو. قال لك مرتين. وقال لك. وقال لك. يعني يذكر لك بكل الخطوات بتاعتها. الجزء ده في الامتحان مهم جدا. ما تفجأش ان انت تروح تلاقيه لان اي حاجة ذكرت في الشهادة. اي حاجة ذكرت مرتين في الكتاب. بيبقى ليها عالي لان بيبقى احتمال انها تيجي في الامتحان احتمال كبير. فيجي لك بقى في يقول لك سكل الترتيبهم. آآ سكل الخطوات. آآ يجي لك في يقول لك ايه الترتيب بتاعهم. وارد جدا يجي لك كده يقول لك قولي الترتيب بتاعهم ايه او اسكرهم ليه في في الاسي. فبعد ما نفهمهم نفهمهم الاول بعدين نحفظهم تمام? هنحفظ النقاط الرئيسية وتعرف كل نقطة بتتكلم عن ايه. آآ لان نقضي مهمة جدا. تمام يا شباب? يلا بينا آآ ناخد كده ركاب سريع. آآ دوت كان دوت كان اسمها الحلقة دي وانا هسيبها لكم فوق. تمام? فقال لك اول حاجة من حط الاهداف. بنعمل بعد كده نعمل بعد كده بعد كده تمام? دوت اللي قلناها مع بعض في سكشن ايه? سكشن ايه? قال لك اسمها ساكشن ايه كان اسمها ايه? هنا في سكشن ايه في المرة دي سماها ايه? سماها ساكشن ايه? تمام? طيب قال لك بتبدأ من ايه بقى? قال لك اول الحاجة لازم تحط الهدف بتاعك. انت عارفين ان اي ساستم آآ بيخدم عدد معين من الناس واليقن ميتين تلتمية موظف عندك الشركة حجمها كبر ومحتاج تغير بتاعك او تحط آآ تحدث النظام بحيث ان هو آآ يشتغل آآ مع السابلايت شيني آآ يقدر على الساستم بتاعك يبقى فيه بتحدث تغير الساستم بتاعك ان هو مديولة معينة تشتغل مع مع عشان تزبط اعمال يبقى لازم اول حاجة تحط الهدف بتاعك انت عايز تعمل ايه? تمام? يبقى انت محتاج ليه? تحط في اعتبارك اللي ممكن تواجهك علشان تزبطها وتحط معك زي ما درسناها قبل كده وقلنا في الابليكيشن كنترولز والبروسسنج والاوتبوت واتفقنا آآ اللي بيحط الحاجات دي كلها دي ادارة جديدة منباسقة آآ اسمها دي بتبقى مكونة من مجموعة من الاعضاء اللي هم السي اف او بقى والسي بي دي او والسي اي او كل راس كبيرة من كل عندك في الشغل. تاني نقطة قال لك انفستيجيشن اند فيزابيلتي ستادي. تبدأ تشوف ان هنا الافضل او انا احسن حاجة عندك هتقدر تحطها عندك في الشغل. هل هت السيب افضل ولا 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 تبدأ تشوف ايه اللي هيلبي اه متطلباتك وتشوف برضك الايه هل انت اه معك فلوس تستحمل انت في السيب مسلا ولا في الاوريكل ولا ديناميكسية يلبي طلباتك ولا في ناس كده تمام. تمام? وتعمل تمام? التكلفة والمنفعة. بعد كده اه هل اللي هتجيبه ده هيشتغل عندك على الاجهزة بتاعتك ولا الاجهزة البنتي هتروح ترميها وتجيب اجهزة جديدة مثلا. اه تمام? وبعدين تشوف دوت هل انت هتشتريه كامل ولا هتعمل عندك في الشغل بتاعك ولا هتجيب ناس وبرمجين تبرمجوا عندك في الشركة. تمام? بعد كده هو اللي بعمل في النهاية على اي تطوير هيحصل. تالت حاجة قال لك تبدأ تحلل بقى لان لو انت جبت سيستيم جديد مثلا اه واكتشفت ان هو في نقطة معينة كان السيستيم القديم بتاعك بيعملها افضل من السيستيم الجديد هتندم تقول انا ليه غيرت كان ياريتني فضلت على السيستيم القديم احسن. تمام? يبقى لازم تحل السيستيم القديم بتاعك الاول تشوف النقاط القوة والضعف بتاعته. علشان نقاط الضعف تبدأ تقويها في السيستيم الجديد. ونقاط الجوة تقول له ما انا عايز على الاقل تكون في كزا وكزا وكزا وكزا. تمام? معلش انا بتكلم بسرعة عشان الحاجات دي قريدي احنا درسناها اصلا. فالناس اللي ما شفتهاش ترجع تاني للمحاضرة اللي هسيبها لكو فوق في علامة واي ديات. وهسيبها لكو برضك في اخر اه في اخر اه المحاضرة. فالناس اللي ما شفتهاش توقف دلوقتي. تمام? تروح تشوف الحلقة اللي بسكشن الاول. وبعدين تيجي تشغل الحلقة دي تاني. تمام يا شباب? ماشي نقطة رقم تلاتة. اه خلاص بقى خلاص كلها انت اشبعت كل متطلباتك في الشغل بتاعك. والدينية عندك تمام? وبقت كل حاجة قدامك مزبوطة. تشوف والبروسسنج والاوتبوت ايه هي المتطلبات بتاع اللي المفروض تحطها. اه تمام? والنقطة رقم اربعة قال لك تعمل حاجة اسمها ترسم على ورق تكتب بقى على ورقة. اه تشوف بقى مين اللي هيدخل المعلومة ومين تعمل على ايه? على ورق. زي المهندس المعماري كده بيعمل على ورق. تمام? بعد كده هو اللي بينفذ العملية دي. يبقى قال لك ازاي انتو عايزين ايه من الشكل? شكلها يبقى عامل ازاي? الحاجات دي تبقى اشكالة تدوت لو هو تمام? اه شكل السيستم بعمل ازاي? اه سيستم اناليست مش كل واحد محتاج حاجة في السيستم. نعمل هلو? لأ لازم حاجات تبقى حاجات ما ينفعش اه ما يجيش واحد مسلا يقول لنا عايز اعمل على نغير التاريخ في الفاتورة او اعمل اي حاجة من الحاجات دي. وفق له عليها لأ في حاجات تبقى وحاجات تبقى تمام يقفيني جشية عشان يعني. اه بعدين نشوف بقى نعمل في السيستم دوت. بحيس لو في حد اي عدل اي حاجة. حد تدرب فاتورة حد عمل اي حاجة يبقى فيه من الموزف اللي ضربها ومين اللي عمل لها ابروف. يبقى فيه تتبع الحاجات دي. حتى يبقى فيه اه برضك. اه بتاعت الموزف نفسه اللي تعدل بتاعه انه هو يعمل ابروف لغاية عشر تلاف وتترفع لغاية عشرين الف او ترفع لغاية مبلغ اعلى يعني مين اللي عمله الابروف ده. مين اللي اداله الصالحية الاعلى ديت. لازم الحاجات ديت يبقى لها علشان لو حد يجي راجع عليها بعد كده. اه تمام? يبقى هنا بتاعت ديت. اللي هي زي اه زي انت لا تقلل تكليف عمليات مزبوط مع السيستم وتقلل بعد كده لو يعني ما يجيش بقى بعد كده اقول لك لا انا كنت عايز التعديل ده. انت ما قلت ليش فانت بقى عايز تعمل التعديل اللي انت كنت محتاجه ده او انت فيه سالة انت محتاجها قبل كده ده تكاليف اضافية. انت لو عملتها من الاول خلاص. مش هتتحملها تاني. تمام? اه فخمس نقطة قال لك الفيزيكال ديزاين. طبق بقى اللي ايه ديزاين عمله لك. فيزيكال بقى طبق بقى الحاجات دي عملية. زي فيزيكال سيستم ديزاين انفول اند وط اه وير برو جرام اند كنترول. هتحط الكنترولز دي هتعمل ازاي? اه كنترولز ار نيدد. اه وزي نيدد هارد وير. الهارد وير نفسه اللي انت محتاجه هيبقى عمل ازاي? اه ولا اي فايف ولا هيشتغل معك على الاي ار بي القديم. تمام? وتبدأ تختار اه تشوف عندك هنا وتشوف وتشوف ومين اللي هنشتري منه السيستم. اه سديس نقطة قال لك خلاص بقى اعمل دي مرحلة بقى ايه ايه نفسها. خلاص انت زبطت بقى البرنامج بقى عندك خلاص بقى عندك الداتاباز نفسها تزبطت الدنيا كلها وانتجريتد مع السوفتوري القديم وتستد ويتكلمنا عن وعن تكلمنا عن انواع الحاجات دي. تمام? اه وقال لك النوع معين من الكنترول اللي انت لما تيجي تشتري سيستم جديد تعمله الاول عن كمبيوتر مش على اه كل مش على كل الاجهزة المتوصلة بالنيتورك. لا اتواملها على جهاز مش متوصل باي جهاز اصلا. تمام? سبع نقطة قال لك سيستم اند كونفيرجن. خلاص داتا كونفيرجن ار امبليمينتد. واعتعمل لها وعند نسخة نضيفة اه مع كل الحاجات دي تكلمنا عليها قبل كده. تمام? بعد كده تامن حاجة. اه تامن حاجة بعد كده. خلاص انت السيستم عندك شغال. محتاج بعد كده تعمله سيانة عشان اي مشكلة تظهر. تقدر تعلجها بسرعة والدنيا عندك ما توقفش. يبقى خلاص نقاط الضعف اللي انت اللي كانت عندك في السيستم القديم اتشالت وبقى خلاص بقيت ايه عندك نقاط قوة. هي الحاجات اللي محتاجة بتعمل لها لو فيه اي مشاكل او او اي مشاكل عندك في السيستم نقدر نعالجها بسرعة. اللي هي عملية يعني. تمام? وغالبا اللي بيشتري سوفتوير بيكون مع عقد سيانة. بحيث ان تقدر بالتليفون في مشكلة كزا كزا يعدلها لك. اه طبعا اه انت مش بترفع المشكلة بنفسك بتتكلم عندك لو عندك في الشغل هم بيزبطو لك الدنيا. والله يعرفوا يعالجوا المشكلة خير وبركة ما عارفوش. بيرفع تيكت لمين اللي جاب لهم دو. دوت كده ريكاب سريع عن عملية اللي احنا تكلمنا عليها قبل كده. تاني عنوان معانا اه في الوي اس بيقول لك هنا ايه اكسبلين زرول اوف بزنس بروسس اناليسس ان امبروفينج سيستم بيرفورمنس. هنا حاجة اسمها بزنس بروسس اناليسس. طيب احنا اتكلمنا عن سيستم ديفوليمنت لايف سايك. يعني لو انا عندي تكنولوجي جديدة عايزة اطبقها. انا قدامي يا اما هعمل سيستم ديفوليمنت لايف سايكل. هشيل السيستم بتاعي القديم وغيره واجيب سيستم جديد. يا اما هعمل امبروفمنت لبروسس معينة بس. مش لازم اغير السيستم كله. يعني لو انا فرضا ان اللي انا اه بتاعي لسه جديد. مش تريبه قالي سنة سنتين تلاتة او شغال معي كويس كويس. وهسابات ومبيعات وكل الاقسام شغال مية مية مش محتاجة اغيره لكن ظهر تكنولوجي جديدة اه اللي انا اربط مسلا عندي بالااااااااا بالسيبلاي تشين بحيث انه لو قالي عن مستوى معين يبعت اوتوماتيك نوتيفيكيشن. الفندور يرسل لي رو ماتيريال. يبقى انا كده وفرت وقت آآ عليت آآ وفرت تكاليف للمخزون آآ زوت الافشنسي عندي. البضاعة بيتجي لي في الوقت المعين بوصفات معينة. قللت المخزون قللت التكاليف. يعني في فايدة ليه. بالتالي انا بس هغير او هزبط ده او هعدل ده الخاص بالعملية دي. يبقى انا هعمل عملية ايه? بزنس بروسس اناليسيس. ودوة النقطة رقم بيه في اللي في الخاص بالاي ام اي. تمام? يبقى النقطة رقم بيه عندنا آآ قال لك من آآ نيد تو بي ري انجينيرد او ري ديزايند نيو انفرميشن سيستم والبي نيديد. احنا خدنا مع بعض البيزنس بروسس ري انجينيرد. آآ درسناها في سيكشن دي. هنا برضك في بنتطرق اليها بنقطة معينة. فبيقول لك اللي انت لما تبقى عايز تعمل آآ ري ديزاين للسيستم او ري انجينيرد للسيستم. فبتحتاج تجيب سيستم جديد من اول وجديد. لكن لو انت عايز تعمل آآ ظهرت عندك ارور معين آآ او في جزئية معينة او عايز تطور تكنولوجي معين عندك في السيستم. عايز تربط مسلا. آآ ي عندك بتاع البنك بحيث ان آآ يعمل على طول بدون ما يستنى لسه آآ كشف الحساب اللي بيجيله في نهاية الشهر. يبقى بالتالي آآ اغير بس او ازبط بس الخاص بالعملية ديت. قال لك بيبدأ يشوف آآ يزبط لك العملية من بدايتها لان هي يتعجب لك شكل البروزس نفسها من البداية للنهاية. فقال لك ايه? ان هو يعني احنا ليه بنعمل دوت علشان نعلي وعلشان نزود وعلشان نشوف لو في اي في جزئية معينة اقدر احددها علشان اعمل لها زي ما قلتلكم ان انا دلوقتي مسلا عايز ازبط آآ جزئية عندي علشان مسلا عندي بيبقاش في ايه او يبقى في بضاعة تلفة كتير او يبقى في تأخير او المواد الخام بتتأخر فممكن ازبط آآ مع مع ان هو لو الانفنتوري قال لعن مستوى معين السيستم اوتوماتيك يبعت له على بتاعه يكون يكون برضك الفندور عنده نفس المديول بحيس ان هو لما يبعت له لو يقال لي مسلا لو انا فرضا ان لان مسلا تجر او بصنع مكاتب او اخشي او دكك فلو قال لي عندي عن الف متر الف متر خشب يبدأ يعمل طلبية جديدة من نوع معين من الخشب وكذلك اي ايتمز بقى على ذلك اي حاجة يوم لو الانفنتوري قال لعنك الكمية ديت يبعت لي آآ الكمية بقى انا دلوقتي المغزن عندي بدل ما انا عامل آآ مستوضع مسلا آآ خمسمية متر لأ انا محتاج مستوضع متين متر تلتمية متر يبقى وفرت في المساحة وفرت في الكهرباء وفرت في السيكوريتي وفرت في عامل الامان والانفنتوري ده طول ما وجود عندي آآ لهو مفتور كبير فانا هبقى اعمل عليه تأمين فالتأمين ده بفلوس السيكوريتي بفلوس اجهزة الانزار والكهرباء والكاميرات كل الحاجات دي بفلوس في بعض الحاجات في زي ما شفنا مع بعض في تما يبقاش عندك قصة بتجيلك البضاعة من المورد على خط الانتاج على طول يبقى ده كله بتاعك تمام يبقى علشان تعمل علشان تعمل ايه تعمل تزود عندك وتزود لو فيه اي في عندك اي مشكلة تقدر تحددها وتعملها يعني يعني تحددها آآ وتشوف تقدر تعملها تمام? آآ لازم تاخد في اعتبارك ان اي تكنولوجيا جديدة دي طبعا هتفيدك في النواحي المالية والنواحي المحاسبية وتعلي عندك لان انت لما هتقلل التكاليف بداحتك بالتالي هتقلل سعر للمنتج بتاعك في حين ان هو جودته عالية بالتالي ده هيبقى عند فيه والناس هتطلب المنتجات بتاعتي طيب زي ما شفنا مع بعض في 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 بالمناسبة في الكتب التانية في بعض المصادر ذكروا خمسة بس فهو في ممكن يجيب لك تلتة بس يقول لك انا واحد فيهم بيجي قبل التاني او رتب لي التلاتة دول او رتب لي الربعة دول او رتب لي التمانية دول فانت ذكرهم من هوك ما تذكرهمش من كتاب تاني لان في كتب تانية ذكرت خمسة بس. تمام? فهي بقى السيستم آآ هي بقى بتاعت آآ آآ قال لك اول حاجة حدد الاول انت عايز تعمل لها آآ تحليل عايز تحلق يعني انت عندك الوقت الدنيا كلها تمام وبتحاسس بس ان ايه آآ جزئية مسلا فيها مشكلة او جزئية السيلز او جزئية ما جزئية مسلا يبقى انت ايه عايز تشوف ايه عندك اللي فيها مشكلة. وطبعا آآ اكتر حاجة بيقى فيها اللي هي الخاصة بالفلوس. سواء هي او تمام? يبقى هحدد آآ انا عملية اللي المفروض اعمل لها علشان اطورها. بعد كده قال لك ابدأ اجمع عندها معلومات. طب انا هجمع لعمل المعلومات دي هاتي ازاي? بحيث اللي اروح اقابل الناس اللي شغالة في الاقسام دي. اروح اقابل الناس اللي في قسم مسلا. اقول له والله احنا بنتطور انت محتاج ايه? ايه المشاكل اللي بتقابلك? آآ قابل الناس اعمل انتروفيو. انزل الشارع. اعمل اعمل بحث. تمام? ابدأ اعمل معاهم مقابلات. يسألوني وارد عليهم. بحس الاسئلة دي هاتي يقدر تساعدني اللي انا ايه? اشوف اقدر اطور دوت من انا اتجاه بالزبط. تالت حاجة قال لك اعمل خلاص انت دلوقتي بقى عملت اه عملت اه حددت المشكلة بعد كده اللي جمعت عندها معلومات. اعمل بقى الحاجة دي. تعملها بقى عن طريق تعملها عن طريق رسومات بيانية. تحدد بقى تشوف الاجراءات مسلا البروس دي. آآ بتمشي من آآ عندي مسلا قسم المشتريات. يعمل بعد كده آآ بعد كده عارفين انتم اللي احنا شفوناها دي. هي نفس الحاجة دي. يعمل بقى بقى. يبدأ يشوف آآ هنشتري البرنامج منين? آآ مين المفروض بعد 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 كده يبدأ يشوف ايه ترتيب العمليات نفسها على هيئة رسومات. تشوف الصورة كاملة. آآ في عملية دي. بعد كده النقطة رقم اربعة قالك ايه انت بقى حددتها تعملها تبدأ تعملها التحليل. تشوف الاجراء اللي انت عملته ده. آآ تمام? ولا? لا. تشوف اهم حاجة الاول. زي كود بي امبروفد. اهم حاجة في المنطقة دي ايه? يا ترى احنا حدسناها ولا لا? بقى فعلا بقى في امبروفمت ولا لا? لو عندك اي مشكلة تقدر تحليلها وتعليجها. برضك الناس مثلا. آآ جي يقول لك لأ ده لازم آآ آآ علشان يدخل على لازم يبقى رقم موبايله متسجل في البنك. قال لك لأ احنا ممكن ندي له فوب. ممكن ندي له جهاز صغير كده اسمه الفوب. بحيس ان الرسالة تيجي على الفوب دوت. ويقدر هو يعمل اكسس آآ مع اي حد. مشانا عشان لو دوت ماشي والكشير اللي تحته ترقى مسلا. يبقى ايه? ده ده كله حلول الاعمال بيقدموها البنوك. ويبقى عندك موديول مرتبط بالانلاين بانكينج. بحيس ان انت يبقى عندك على طول ما تجيوش بقى توقع في اخر الشهر تعمل آآ ده فيه فلوس آآ بالطريق ولسه ما تدعيتش. فيه شكات آآ وضعت آآ عامل او ادعينا شكات واحنا ما نعرفش بنك خاصة معاملات بنك ضفلنا فايد. يبقى ايه? الحاجات دي كلها هتبقى وير بيها. آآ خمس النقطة قال لك دي ترمز شو بقى ايه? الحاجات المحتملة اللي المفروض آآ تتعمل آآ وتبدأ تطبقها بقى. يبقى تبدأ تشوف البداية المتاحة. آآ والله الموديول هن هنضيف موديول مسلا في آآ هنشيل خالص اللي عندنا ونجيب صوفتور من قوله جديد. تبدأ بقى ايه? تشوف مين الافضل بقى? هتعمل بزنس بروسس. ولا هتشيل ده كله وترميه في الزبالة وتجيب سيستم من اول وجديد. يبقى دوت في ديت النقطة آآ رقم بي في درس النهاردة في التكنولوجي اللي هي البزنس بروسس اناليسي. طيب يتبقى معنا النقطة رقم سي اللي هي الريبوتك بروسس اوتوميشن الار بي ايه. تعالوا نشوف كده طالب مننا ايه في الجزئية ديت? في الجزئية رقم سي بيقول لك الار بي ايه. يبقى هنا هنشوف آآ يعني ايه? الار بي ايه? كار بي ايه يعني الريبوت كا مش كريبوت اللي موجود في المصانع اللي هو اليد اللي في المصانع السيارات او الحاجات دي لأ وهو لك هنا عملية تلقت متى نفسها آآ كسوفتوير لكن مش كريبوت. تمام? وطالما فيه هيبقى فيه تمام? يلا بينا نشوف الكتاب بيقول ايه? الثالث عنوان معنا يا شباب اللي هو اللي هو عملية الاتماتة بقى. آآ لكن بيتكلم عنها كسوفتوير ولكن مش آآ كروبوت اللي هو موجود على في اي مصنع اللي انتم عارفينها. فعملية آآ الاتماتة ديت. آآ انت بتشوف اي عملية تكون بتكون بصورة بتتعمل بصورة متكررة آآ بتضيع وقت كبير. فممكن نعمل لها او برنامج يسرع العملية دي. يخليها تتعمل وتسمع في السيستم وفي اماكن اللي مطلوب منها انها تسمع فيها. آآ بسرعة. بالتالي اللي انا اوفر وقت المحاسب بقى ان هو يعمل آآ يشتغل شغل تاني يكون يعني يسيب بقى الشغل الروتيني دوت والحاجات دي ويشتغل شغل آآ دلك مسلا مسلا زي ايه? آآ زي لو انت مسلا الشخص لو عندك واحد بيعمل كل يوم سكان آآ خمسين الف فاتورة مسلا. فارفتع السكانر وحط الفاتورة وقف السكانر ودوس على الزرار. اعمل سيف سيف از اختار ولا امج. بعد كده تحفظها فين? شايفين انتو العملية ده كله? قال لك لا انا ممكن اختصر كله اجيب الخمسين الف فاتورة دول. احطوهم على الماكنة بتاكد زرار. الماكنة تعمل سكان وراء بعض. وتحفظ في المكان اللي انا محدده لها. وبالصيغة اللي انا اللي هتسي حفظوا بيها. وممكن بردك اقول لها اه انا عرف ان هو يرسل اميلات لاشخاص معينين بالريبورتات اللي طالعة دي. يبقى انا بوظف الروبوتيك ده انه هو يقدل وظايف اللي المفتوض انها بتضيع وقتي كمحاسب. واشتغل انا بقى شغلة تانية. ارائب بقى للماكنة دي. اعمل 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 زي ما هنشوف دلوقتي في فيما يخص والحاجات دي. يبقى ايه? اللي بتسهل العمل بتاع المحاسب ولكن هي مش بتقضي على عمل المحاسب. لكن عشان في ناس بتقول لك ده الماشين والحاجات اللي جاية بعد كده. ده كده بتلغي مهنة المحاسب لأ. المحاسب مهنته هتتغير هتتطور هيشتغل شغلة تاني. تمام? يبقى انا تعال نشوف بقول لك ايه? بقول لك الاربي ايه اللي هي الروبوتيك بروسس اوتوميشن ده اوتوميت ده بيعمل اوتوميشن للعملات المتكررة باي انتراكتينج وز اي تي ابليكيشن. بتفاعل مع ايه? مع الاي تي ابليكيشن. تو اكسيكيوت بزنس بروسس زت او اذر وايز يقدر يعمل اي عملية تكون محتاجة انسان. ولكن مش بيحاكي زكاية الانسان. تمام? اللي بيحاكي زكاية الانسان ده لسه هنشوفه قدام شوية. ان شاء الله في المحاضرة الجاية. تمام? دوت يعتبر جزء من تمام? هو جزء من دوت ما يعتبرش جزء من علشان اطبق عندي اه مش شرط اللي انا زي ما شفنا مع بعض في اللي انا ممكن اغير كلها اجيب اجهزة جديدة اه اغير الكابلات المتهالكة الحاجات دي كلها غيرها لأ لكن بتيجي تجيبه ده بتحطه على سطوان يجي يتسطب بيسموه يشتغل على طول تيجي تسطبه ويشتغل معك على طول بدون ما تغير بدون ما تعمل اي حاجة. يبقى كان كان او بريت زا كلوك هذا اللي بقول لكم عليها بقى. يفضي الموظفين دول بقى انهم ما يشتغلوا شغل تاني. تمام? يبقى بيشتغل على مدار الساعة. زي ما هنشوف انه من الميزات انهم ما بيعطلش. ما بيجيش يقول لك انا يوم الجمعة اجازة. اه انا عندي اجازة توضع. انا عندي اجازة مرضية. لا ما فيش الكلام ده. شغال على طول. مجرد ما بتدلو الامر ويشتغل. يفضل شغال على طول. ار بي اي سوفت وير كانت ربليس ان بلوية بطت كان انكريز ان بلوية بروديكتيفتي. هيزود انتجية آآ الموظف. وفي نفس الوقت هيقلل الكوست. هيقلل الكوست زي ما شفنا في آآ مديول الانفنتوري في ان لما يخلي البرنامج لو الانفنتوري يقلل عن حجمه معين يبعت على طول يبعت لنا يبقى انا كده وفرت عن نفس المغزون ما بقاش عندي مغزون. وفرت التكاليف. تمام? يبقى لو انا هتقبع الار بي مش هغير اي حاجة في اللي عندي. تمام يا شباب? لازم نفهمها دي كويس. قال لك الروبوت ممكن يسموها او كان لوج انتو لانا لسا لك عليه ايه? يعمل لوجين للاي ابليكيشن. يعمل خاصة لو انا مسلا اه ممكن انسى اعمل بالداتا اللي الديز عندي. لا انا ممكن من خلال ازبطوا انه هو مسلا اه كل تلات ايام او كل يوم خميس. ياخد ويرميها عالسيرفر. ياخد ويرميها. يبقى ممكن ازبط الار بي ان هو يعمل لعملية كمان. يعمل كوبا يعمل الحاجات دي كلها. تمام? كوبا عند باست ايتم انتر داتا اكسيكيوت كويري. يستفسر مينتين ريكورد ان ترانزكشن يعمل لها ابلود. يبعتها للناس معينين يعمل. يبقى وظفه بقى زي ما انت عايز تقول. الار بي دوت اه زي مكنة الاتم برضو. انت بتحط في مكنة الاتم ديت اللي عرفها. بيبقى فيه اربع ادراج جوه المكينة. كل درج مسلا نحط درج فيها فئة الخمسين. درج فيه فئة المية. ودرج تاني فيه فئة المية برضك. والدرج الرابع بنحط فيه آآ فئة الميتين. آآ لما بيجي الشخص يسحب المكنة عارفة ان الدرج اللي فوق ده مسلا في الخمسينات. تبدأ طلع له من هنا ورقتين ومن هنا اربع وقات هنا اربع ورقات ومن هنا خمس ورقات. لو مسلا شخص عايز يسحب مبلغ معين. تبدأ ايد تعدله كده. لكن الالة دي غبية. انت عارف لو انت حطيت في الدرجة بخمسينات دوت. لو غلطته حطيت الدرجة بميات ما كان ابو خمسينات. اللي هيجي يسحب خمسين هيطلع له مية. وفي نفس الوقت لو حطيت ورق ابيض في قلب الكاسد ده في قلب الدرج. وجيت سحبت هيطلع لك الورق ابيض وهيتخص من راسي ده فلوس. تمام? يبقى هي الالة غبية. تمام? لكن زي ما نشوف في الالة ديت. آآ ممكن يحطوا لها عنين وسنسورز. زي ما انت تيجي تعمل اداع. بتيجي تحط تكتب ركب الحساب بتحط المبلغ. بتعد الفلوس. وتعرف انت اوضعت كم? لو انت حطيت طور ابيض لا مش هتعده. تمام? يبقى الالة بتبدأ تتعرف. تمام? مش عايزين نتطرك لها دلوقتي. طيب تعالوا نشوف استخدامات ده ايه? استخداماتها ايه? قال لك اول حاجة آآ بورشن اف ترانزاكشن ريبورتينج اند بودجكتينج ان اكاونتينج اريا. عملية الترانزاكشن ريبورتينج. آآ انا كل فترة مسلا عايز ريبورتات معينة آآ خاصة بالايرادات مسلا او بالمصرفات. آآ بعتها لي لقسم المشتريات. ابعتها المدير اللي ابعتها للسي ف او. ابعتها للسي او. كل فترة معينة او كل شهر زي ما انا محدد على السيستيم. ريبورت يطلع واتبعت ايميل للمدير بالريبورت ده. آآ برضك نعمل بودجكتينج يجيب الهيستريكال داتا. آآ اقول له انا عايز آآ عشرة في المية مسلا او او عشرين في المية من السنة اللي فاتت. اوتوماتيك يزود يجيب الهيستريكال داتا بتاع السنة اللي فاتت ويزود آآ عليها العشرين في المية ويطلع البودجكت البودجكت بتاعتي. آآ هنا دور دور الانسان بقى هو هنا الجهاز مش هيعمل آآ مش هيعمل لكن دور الانسان آآ حالة حالة مسلا زي حالة الكورونا. لو فرضا مسلا آآ محل آآ او مصنع بينتج الكمامات. آآ وجات حاجة حالة الكورونا ديت وانا حاطط له اللي انت هتبيع آآ السنة دي بعشرين الف جنيه. ده على مدار السنة انا اعمل له بطجكت بكده. وجي فاجأة جات حالة الكورونا. وخلاص الكمامات بتتبع على ودنا. اصبح ان هو في الشهر الواحد بيبيع بمية الف. مش طول السنة عشرين الف. اصلا محدش كان بيشتريك يا مادة ولو فكر اشتريها. فأصبح آآ الانسان لازم آآ لا يبقى انا كده لازم عدل البطج دي لازم احكم. كزلك بردك لو واحد عنده عنده فرع مسلا. آآ وعمل عليه تارجيت. والتارجيت بتاعه عالي. وفجأة الدولة قال لك احنا هنعمل كبري او هنعمل حفريات قدام الفرع ده. طبعا هنما باعتها توقف. الناس ديت مش هصرف لها مكافئات مسلا ولا الديها هوافز. عاقبهم مسلا على حاجة ظروف خارجة عن ارادتهم. لا. يبقى الانسان هو اللي ايه? بيجدش. يقدر يحكم ويوازن الامور ديات كلها. الالة مش هتعمل كده. تمام? طيب النقطة رقم اتنين. قال لك انا بقول للالة. آآ ديت. آآ بتاعت آآ الشركة الام. ودي بتاعت ديت الانترا اكاونتنج آآ الحسابات المشتركة بينهم. احزف لي الحسابات ديت. الانترا كومباني اكاونتنج. هيطلع لي اللي كان بيطلع عين المحسب فيها. يقعد اسبوع على ما يقامل قوائم ميزانية مجمعة. دلوقتي القوائم المالية بتاكد زرار. يجمع هاله على طول ويطلع هاله في قل من دقيقة. يطلع له ايه? الميزانية المجمعة بين الشركات الام. آآ ده تطبيق برضك. قال لك الفينانشن انستيوشن كان يوز ار بيت اكاونتنج آآ اوبنينج اند كلوزنج. آآ هيئات الهيئات المالية الناس برة آآ بيكون في اسواق آآ في الاسواق المالية في الناس آآ بيسموهم ايه آآ زي عندنا في مصر كده لشركات التداول يعني. آآ بتنصح للمستثمرين يقول لك النهاردة سعر آآ الفتح كان كزا سعر الاغلاق كان كزا سعر آآ شركة آآ الرقحي كزا شعر شركة آآ آآ البترو كيمويات كزا يبدأوا ايه? يقول لك السهم طلع السهم نزل. اللي بحد السهم طلعت ونزلت والحاجات دي فسعر الفتح وسعر الاغلاق ممكن يتعامل آآ بيوزنج دوت. برضا كالك. عملية دفع لقاصات نفسها يقدر يذكرك بها. آآ كزلك عملية نفسها لو انت آآ لقدر الله يعني حصل حادث آآ وانت ليك آآ كليم عند الشركة بترفع السور بتاعة الحادث على الموقع. وييجي حد يقدر لك نسبة الخطأ. يقدر نسبة الخطأ عليك ولا على الطرف التاني. ويبدأ يتصرف لك الايه? عفوا. ويت يحسب لك بعد كده الايه? المبلغ المكرر لك حسب الادارة اللي حصلت لك. ربنا يبيد عنك كل شر. اه خمس نقطة بقول لك ايه? الار بي ايه كان يوز ات. اه انت ممكن تستخدم دوت. في ان اه لو عندك قلع عن حجمه معين. السيستم اوتوماتيك يبعت بتاعك ان هو يرسل لك آآ 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 برضك يبدوت اوتوماتيك الوردر بروسسنج. وبردك عملية اوتوماتيك انت استلمت. الفلوس تتحول على شو بعد تلبع تلاتين يوم بعدك فترة معينة الفلوس تتحول اوتوماتيك برضك للسبلاير. وعلى طول فيه للانفنتوري لو قلع عن حجمه معين يجي لك انذار هو يدي لك يقول لك ان الانفنتوري خلاص على لوشك الانتهاء يعرفك حاجة زي كده. وتعمل من خلاله برضك بتاعتك انت بعت شحنات للعمل بتوعك تبقى عارف الشحنة دي مكانها فين وده مكانها فين عن طريق آآ زي جوجل ماب كده تبقى انت متتبع الشحنة بتاعتك آآ او بتاعت العملة يعني مكانها فين ووصلت فين عشان لو حد تتصل يسأل تبقى تعرف تعملها تراكنج. اي عملية بقى نستخدمها آآ تكون متكررة وحجمها كبير يعني متكررة بصورة كبيرة جدا اعملي كزا زيت كزا زيت كزا. دي على طول ممكن نستخدم بها اي عملية بقص على زلك اي عملية يعني. برضك قال لك اي عملية يعني. لو انت عندك حصلت آآ آآ مشكلة معينة تكليف زادت اي حاجة حصلت يجي لك على طول آآ يعرفك امتى امتى تتدخل بقى انت كموظف امتى هتتدخل وتعمل زي ما قلت لكم في النقطة بتاع البدجين كده من فوق. امتى انت انت هتتدخل لما تلاقي حاجة والحاجة غير طبيعية. يبقى انت على طول قاعد قاعد بترائب بتعمل تحليلاتك بتشوف النتاج دي صحة ولا الغلط بتعمل عينات عشوائية وتتتبعها تشوف الارقام اللي طلعك دي مزبوطة ولا لأ علش تتأكد ان هو مزبوط. تمام? علشان تضمن اعلى اكيوريتي اه اعلى درجات من الدقة. اند بروفت اسكيلابيلتي او ديكريز او ديكريز او ديكريز كان فوكس اه اه ديت بيسموها ايه ديت الحاجات اللي لها قيمة يعني للشركة. دي حاجة يعني بتعلي من قيمة الشركة وتعلي طيب تعالوا نشوف اه والليميتيشن الخاصة بالار بي ايه. اه اول حاجة قالك اللي هي اه دوت مش محتاج ان انت يبقى عندك خبرة في اي كود او في اي حاجة ده سوف تقور انت هتجيبه على سطوانة درجة اندروب تستخدمه على طول. تاني حاجة قالك يبقى انت الموظف هيبقى عنده قدرة عالية على الانتاجية. بكوز كان فوكس اه ان مور ادفانسد اند انجاجينج تاسك. هيركزوا بقى على ايه على حاجات مهمة او حاجات متطورة علشان كده ده جماعة مهمة جدا بيساعدك لان انت تنمي قدراتك ومهاراتك. اه يخليك انت تبحس تشوف ممكن بعد ما تخلص ايه تشوف كورسات عن 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 تنمي زكائك اه في الحاجات ديت لان الحاجات ديت هي المستقبل يا جماعة. الحاجات ديت اه هي اللي هتشتغل بعد كده. والشخص اللي هو 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 اللي هيكمل في السوق. تمام? اه يبقى هنا هيخلي الموظفين اه اه هيخلي اه دوت اللي هو الناس اللي بتستقيل او بالناس اللي تمشي كتير هيقلل بقى ده خلاص انت بقى عندك واحد موظف واحد خلاص انت هتتمسك به وتحتفظ به لان الشخص دوت هو اللي هيبقى في المجال. فهو مش طبعا واحد بس يعني بواجه عام الشرك هتتمسك بالموظفين الكويسين. ماشي? طالما انت بزبط القوانين بتاعتك. اه ممكن تزبطها برضك ان هو اه يحسب بالضريبة الكيمة المضافة مسلا في مصر اربعتاشر في المية برة خمستاشر في المية على حسب كل دولة. اه كل فترة معينة التزموا بالقوانين. ده ممنوع دوت مزبوط ده غلط ده صح. انت بتزبط القوانين خلاص بتريع دماغك بقى السيستم هو الوحده. اللي بيعمل لك ديها مزبوطة او اللي ديها تيريستريكتد اكسس. ولما يجي بعد فترة معينة كل مسلا شهر ولا كل طالع شهور يبعت مبلغ الضريبة يحولوا على اه على هيئة الضرايب او على هيئة الزكاة والدخل. يبقى انت كده على طول مع يبقى انت ماشي مزبوط مع ايه قوانين الدولة. برضك زي يعمل لك اي عملية تحصل يعمل لك لها بحيث انت تتبع اه مين العمل ومين العمل وامتة او الساعة كام ومن اين فروع من اين جهاز كل الحاجات دي تقدر تتتبعها ده برضك هيساعدك اللي انت عندك اه مع خمس نقطة قال لك مجرد ما انت عملت له او حطيت القانون هو هيشتغل على طول على كل الحاجات وخلي بالنا يا جماعة ان انت لو اديت له غلط هيفضل يعمل غلط دوت من اللي هنشوفها دلوقتي. تمام? اه نقطة رقم ستة بقول لك اه كان زي ما اتفقنا مع بعض في حتة المخزون. ممكن يوفر لي في التكاليف. اه برضك ات كان اه دوت يعتبر اه بيشتغل حتى واحنا في العطلة الرسمية يوم الجمعة يوم السبت في الاعياد ما اي عميل يتصل. الانسر ماشيني يرد عليه. يقول له اه ان ايام العمل كزا كزا ما هو عادي العمل من الساعة كزا للساعة كزا. لو العميل حبي يستفسر انت هتقدر تتزوده بالمعلومات. اه لو العميل عايز اسعار منتجات يعرفوا اسعار منتجات. لو عميل عايز تتبع الشحنة. اه برضك الانسر ماشيني يعرفوا تتبع الشحنة. دلوقتي في الشركات. اه واخده شهادة الايزو في دوت يعني اه الشركة ما عندهش موظف خدمة عملة. هو اللي بيجاب عن كل حاجة. ويعني بدل ما انت يبقى الشركة عندها عشرين موظف ولا دلاتين موظف قاعدين كلهم بيردوا على التليفونات استفسارات العملة والحاجات دي لأ هو جهاز اللي بيجاوب على استفسارات العملة وبيحولهم على الموظفين لو حد عايز محمد حسين اللي في قسم او الفلان اللي في قسم لو حد يعني من قريبه ولا كده. التحويل ابقى والحاجات دي. برضك السنترال هو اللي بيحول. معادش حد قاعد هو اللي بيعمل الحاجات دي. لأ ده هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها. تمام? يبقى يتكامل آآ ده يبقى لما الانسر ماشين هيرد على عميل في يوم الاجازة ما فيش ينفعش العميل يتصل 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 وما حدش رد. لأ يوم الاجازة او وقت خارج وقت او وقت الدوام او وقت العمل الرسمية. يكون في انسر ماشين بيرد. فده يعلك الناس هتبقى راضية عنك وعن الشغل بتاعك. تم النقطة معك قال لك ايه? اه دي يقصدوا بها ايه? ان اه عملية الاربية ديت رخيصة يعني. فانت تقدر تتطبقها على اي عملية مهما ان كانت مانا سواء غلي او رخيصة يعني لو هي رخيصة جدا. بتقولش لا ده ده انا مش هينفع تطبق عليها علشان ده غالي. لا ده هو اصلا رخيص. فانت ممكن تطبق على اي عملية مهما كانت غلي او رخيصة. او مسلا حد في الارشيف مسلا. اه وانت مسلا عايز تعمل الارشيف للاوراق والحاجات عندك. ممكن تجيب شركة او او ايه اللي تعمل لك الحاجات دي. تجي بالروبوت بالمكانة بتاعتها بالروبوت بتاعها. تعمل لك لكل الفواتير وكل الاوراق اللي عندك او المستندات اللي انت عايز تعمل لها وتحفظها لك على الجهاز. تبعثها لك للمدرين او للناس معينة. يبقى آآ دي تسموها ايه? آآ تمام? ليه دي اسمها تمام? ان الشركة ممكن تستعين بيها. ده برضا كوارد. قال لك. مفيش نوم مفيش مرض. مفيش موظفين البنك دلوقتي لما تروح تصرح بالشيك تديله الشيك علشان يصرفه. ما بيقعدش يكتب بقى ارقام الحساب اللي هو تمنتاشر رقم ده. يقعد يكتب كده ينقل ويكتب يكتب لا. ده هو بيحط الشيك على الماكنة. كده صغيرة كده جنبه بيدخل فيها الشيك. الشاشة بتفتح قدامه على طول. الشيك ده هو تريدابل صغير ما تحطي كده الشيك على الماكنة. الكمبيوتر بيتعرف على الشيك يتعرف على رقم الحساب. يفتح له حساب العميل. يشوف له فيه رصيد ولا لا. يشوف التوقيع مطابق بنسبة كام? تسعين في المية? تمانين في المية? يعني كل الحاجات دلوقتي بقت اوتوماتيكا معنا. يبقى الريبوت. مبيغلطش. انت ممكن تغلط في مبلغ تغلط في رقم حساب تغلط في اي حاجة. لكن دوت ما بيغلطش. هينقل الحاجة زي ما هي قدامه. بشان قالها بترى يغلط طبعا. طيب دية. تعالوا نشوف اللي زهرت لنا من دوت. قال لك دوت ما بيحسش يعني مش معصوم من الخطأ. ماشي ده مش معصوم من الخطأ. لو انت اديته معلومات غلط. هيفضل ينفذها غلط. وفي نفس الوقت برضك هو ممكن يغلط. ممكن يحصل فيه يحصل فيه فيروس يحصل فيه اي مشكلة تخليه ما يعملش الحاجة بنسبة يبقى هو لازم اكيد هيجي وقته يغلط. تمام? طيب دوت ما يقدرش يحاكي العقل البشري. انت دلوقتي اللي قاعد يعمل للفواتير ده. لو حطط له الورقة بتاعت اللي فيها طلبات البيت. والاكل والشرب هيعمل لها برضك ويدخلها على كمبيوتر. هو بيعمل وخلاص ما بيقراش المواد. هو مش هيحاكي العقل. مش هيبقى فيه الناس اللي اللي عملت للبودجكت. مين اللي عمل للبودجكت? اكيد الانسان الجهاز مش هيحكم. اللي شاف فيه دلوقتي كورونا فيه مشاكل قدام الفرع الفلاني. يبقى لازم انسان هو اللي يحكم على الحاجات دي. ما عندوش يعني ماهوش زكي. لو انت اديته غلط هيفضل ينفزه غلط على طول. مش ايه? مش اه يعني مش هيفرق بين الصحة والغلط. لو اديته امر غلط هيفضل ينفزه غلط. وعلى ما انت تكتشف بقى شوف هيتكون كام عملية غلط اتنفزت. برضك قال لك بيكوز ايه كان بيوز ايوش والحتة دي بقى الحتة دي صايع قوي. بيقول لك ان الار بي ده انت ممكن تستخدمه بدون ما ترجع. فعلشان انت ممكن تستخدمه بدون ما ترجع. معلش هلفة جدا شوية. عشان انت ممكن تستخدمه بدون ما ترجع. فالمديرين ممكن يفكروا نفسهم ان هم صح. ويطبقوا الار بي دوت عندهم في الشركة. بدون ما رجعوا. وده ممكن يحصل مشكلة يحصل بعد كده. يعني يبقى فيه بين الار بي اللي هم طبقوه بين السيستم نفسه بتاع الشرك. يبقى بيقول لك كان بيوز تو ميت بروسيسس ايه اه اللي هي اه يعني بصورة اه كبيرة جدا. اه اللي هي انت طبعا مش محتاج برمجة ولا محتاج اي حاجة. بتجيبه وتشغله بنفسك. وفعلا ممكن يشتغل بدون ما ترجع للايتي دبارتمنت. دوينج ممكن تحصل مشاكل غير متوقعة لو عملنا الحاجات دي. دي قتل الاربع اللي زكرهم لنا اه كتاب اه انا اتمنى الناس اللي بتذاكر من تنسى خالص بسكشن اف وتذاكر من كتاب لانه بصراحة عارض المواضيع اللي شرحت لكم النهاردة بتراية ممتازة جدا. وهوك وويلي يعتبر منهجهم اقرب للواقع. اوقع شوية من اه انا بصراحة بصيت على يعني عدت هدحك بصراحة على ويت بوكس وبلاك بوكس والبلاك بوكس ده في الطيارة مش في يعني جاي بحاجات كده بصراحة افكار يعني لحد ما مش مش فليسكوب او يعني فاذكروها من كتابك وربين وفقكم جميعا ان شاء الله لو عجبتكم الحلقة ديت لا تبخلش علينا بلايك وتشترك معنا في القناة. اه كان معكم محمد حسين. اتمنى التوفيق لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.